دكتور أنت بيجدك ناس عايزة تفقد الوزن كتير جداً وعندك حالات مختلفة يعني من مختلف الأعمار ورجالة وستات إيه هي العادات الخطيئة الشائعة بين الناس كلها اللي بيعملوها وهم بيعملوا ريجيم فبتبوز لهم نظام الدايت بتاعهم تماماً فكرة الدايت نفسه أو العنوان نفسه مؤذي للناس أو الناس مش فاهمها كويس الدايت هو نظام غذائي يعني أنا باكل إيه في يومي ونظام غذائي محسوب لإمكانيات جسمك ولمعطيات جسمك كفحوصات للأسف بتيجي للناس يقولك أنا عندي معتقد يا دكتور أن أنا مثلاً واجبة الفطار مثلاً لو بيتابعوا ناس على السوشيال ميديا يقولك واجبة الفطار واجبة مش صحية تجنب واجبة الفطار وخد واجبة الغداء أو واجبة العشاء أو ناس بتدعم فكرة مثلاً الأماد اللي هو الوان ميل للواجبة الوحدة في اليوم فأنت بتبدأ تسمع في الفكرة دي مبدئياً كده أنت عمرك ما تسمع لأي حد بيدعم فكرة واحدة في علم التغذية أنت عندك أكتر من 150 لـ 200 تجربة خطة علاجية في التغذية العلاجية فأنت لما تلاقي واحد بيدافع عن الفكرة دي ابعد تماماً على أن أنت تسمعه ده رقم واحد رقم اتنين ظروف يومك هي اللي بتحكمني أنا إمتى هاخد في الفطار شكل الواجبة هي بشكل عمل إزاي لو نشويات وإن الأسف الناس بتربط ضايت بجبنة قريش في الغداء في الفطار آآ بزيزة زبادي في العشاء في رخ مسلوقة وشربة خضار في إنت أسبوع وإنبسك يعني تبتدي تحس أن أنت كويس لغاية الفطار أنا جاء لك مخلوق أصلاً الغداء بكتب ليه وافل بص بسم الله الرحمن الرحيم بص ركتب ليش جبنة قريش فبتبدأ تخش في جدال هزلي أصلاً مالوش أي قيمة لأن أنا ما تفريش معي جبنة القريش من الجبنة الشيدر حتى اللي فيها دهون هي الفكرة كلها أنا عايز منك إيه القيمة الغدائية أنا عايز أقدمها بالضبط والقيمة الغدائية أنا عايز من جسمك إيه هي دي الفكرة إمتى أكل الفكهة مثلاً من الثقافات للأسف المتدولة في التغذية عمتني يقول لك إيه وقت ما تجوع كل فكهة في الفطار كل فكهة في العشاء كل فكهة كل الزبادي مع فكهة الفكهة ما تتعامل معها مش بالسهل ده المرض زي الكبد الدهني أو الدهون اللي على الكبد علاجها بأنك بتقطع فكهة فأنت لازم تعرف أن الفكهة زي ما هي لها إيجابيات لها سلبيات ولازم تعرف التوقيت المثالي لأكل الفكهة وهو قبل الغداء من نصف ساعة لساعة غير كده الفكهة ملاش أي قيمة إن سي واحدة دكتور شخص ناس بتحلي بالفكهة ما هي دي المصيبة أنت لازم تاخد القيمة الغذائية بتاعة الفكهة قيمتها الوقت الوحيد اللي القيمة فيه فعلا هو قبل الغداء من نصف ساعة لساعة بس فيه برضو دكتور الناس بتاخد سكريتها في اليوم من الفكهة وأظن ده مش حاجة وحشة مش حاجة وحشة بس في التوقيت المثالي يعني مثلا ما يجيش مثلا شخص بيشتغل في بنك وقاعد وتقول له الصبح تعالى ناكل موز وتمر أنت بعد ما تاكل موز وتمر كمية الحاجات السكر اللي انت خدته الفركتوز اللي انت خدته ده هترجمه فين وانت عادة على المكتب على اللاتوب أنت مستفدتش بحاجة لكن لو شخص بيبذل مجهود عظري آه تعالى أنا ممكن أضيف لك مثلا الصبح كباية لبن مع شوية شفان واضيف لك موزايا معاهم حتى الناس بتروح الجن دايما بينصحوا بالموز فعلا بالذبط عشان هبدأ أترجمه لكن أجي مثلا أخذ وكبة الغداء وما بين الغداء والعشا فأنا معليك جعان فأنا عملا أكل فاكهة ما الدكتور قال لي كل فاكهة ودي كانت ثقافة زمان للأسف كل فاكهة بصورة عشوية كل تفاح كل برطوان ينزل اشتريه بالعشرين تهيتين كيلو تفاح ويبدأ يأكل فيه بصورة عشوية انت فركتوز سكر زيه زي السكر 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 العادي اللي بنحل به زيه زي النشويات هي نفس الفكرة لعبة انسولين ولعبة هرمونات لأن هنا هيخدنا نقطة الحرق انت بتيجي تلاقيه شخص قدامك شخص طبيعي جدا وتعمل له كل الفحوصات تلاقيها تمامه زي الفل بص يا دكتور أنا حرق ضعيف اللي هو هو الدكتور مش أنا يعني هو جاي يقول لي أنا حرق ضعيف وخلاص بيحطوني قدام الأمر الواقع طب تعالي يا فندم نعمل لك الفحوصات تطلع الفحوصات كويسة لفظ الحرق لفظ عنيف جدا من الأخطاء الشئاع اللي الناس بتوع فيها ولفظ الحرق ده هرمونات وعضلات وبالتالي الأدوية اللي بتشتغل على الهرمونات هيا اللي بتجيب نتيجة وقلت ممارسة النشاط هو اللي بيخلي سيادتك تدخن مفيش أي حاجة تانية مفيش أي حاجة تانية يعنيش تاني بقى عدم ممارسة الرياضة النشاطات دي بتأثر على الحرق والهرمونات رقم واحد الهرمونات اللي ليه علاقة بالشبع ليه علاقة بالتكوين الدهون ليه علاقة بالحركة بتاعت استإنتاج الطاقة جوا جسمك هو ده اللي قادر على خلل أعمل لك تحليل غضة درقية أتطمن على اللعبة دي لكن فكرة إن سيادتك بتاخد مثلا معدل سعرات أو معدل أكل في معدل جليسيمي عالي في فترة زمنية قليلة وتيجي تطلب من الجسم إنه يحرقه وإنت سيادتك قاعد قدام التلفزيون طول اليوم فدي بتبقى هي دي المعادلة الغلط اللي الناس بتوعى فيها فأنت مش محتاج أكتر من 20 ل 30 دقيقة ماشي في اليوم عشان جسمك يستفاد مش عشان يحرق بالمناسبة الناس بتحط حمل كبير قوي على الرياضة ويروح الجيم يقعد بالتلاتة أربع ساعات ويجي في آخر الشهر يكتشف إنه خسي تلاتة أربعة كيلو فقط لغير الرياضة ما بتخسسش الرياضة بتساعد على التخصيص الرياضة بتساعد على إن الكتلة العضلية بتاعت معاليك أو معاليكي تبقى كويسة فده بيفرق كتير صحيا لكن تروح تلعب الرياضة بسرعة شوية وأنت أكلك مش مزبوط لأ عشان تتغير صحيا سواء في تغذية علاجية أو في ميزان لازم أكلك هو اللي يتظبط ده رقم اثنين رقم تلاتة فكرة قطع الأكل بالليل دايما الناس بتربط إن أنا بصها الدكتور بعد ساعة ستة سبعة الحرق بيقف واسمعنا الكلام ده كتير جدا من ناس غير مسؤول ده زي سيام متقطع مثلا لو سيام متقطع دي خطة علاجية ده حاجة ودي حاجة أنا بتكلم في النقطة دي عشان أفرق للناس صيام متقطع إنت بتتبع خطة علاجية لها أسس ولها أساسيات اللي هو 16 ساعة صيام 8 ساعات أكل في 16 ساعة صيام اللي هو منهم عدد ساعات النوم إنت سيارتك بتشرب مية كل المشروبات الدافية متاحة ده بدون سكر والثمان ساعات إنت بتاخد حاجات محسوبة بناء على وجهة نظر الدكتور عشان توصل لنتيجة كويسة لكن الفكرة الثانية اللي هو اللي بيفطر عادي وبيتغد عادي ويتعش عادي ويجي الساعة سبعة بصها دكتور إحنا بعد الساعة سبعة الحرق بيقف بتتقل كده بنفس اللفظ لأ يا فندم انت سيارتك بتحرق وانت نيم وانت نيم الحرق شغال وانت صاح الحرق شغال صبح ليل الحرق شغال لأنه الحرق مش ما بيهزرش يعني هو مش ضابط نفسه على الساعة سبعة يعني لو أخدتك دلوقتي هو أديتك اليابان في نفس التوقيت فهو هيحصل له لخبطة فأنت مش هتحرق يعني لأ الموضوع ما بيمشيش كده خلص هي الفكرة كلها هل انت بتتبع حمية غذائية بتجبرك انك تقطع أكل في التوقيت ده ولا انت ماشي بعشوية ولو مجرد من الساعة سبعة بالليل فاحنا ما بنتحركش فاحنا ما بيمزلش لأ حرق شغال اتعشى خد وقت العشاء أهم حاجة لو انت مش متبع صيام متقطع انها تكون قبل النوم بساعتين عشان عملية الهضم تتم بصورة كويسة نرجع لنقطة الزبادي دايما الزبادي بيخسس كل زبادي الزبادي الصبح بيخسس الزبادي ليه قيمة واحدة فقط لديه قيمته في ايه قيمته ان هو بيدعم البكتيريا النفع اللي موجودة في الامعاء فدي قيمة عظيمة جدا يعني انا محتاجة عن البكتيريا النفع وتوزنها مع البكتيريا الضر امتصاص حل عضم كويس زبادي باللمون تحديدا اللمون بقى حط قرفها في ليفر لأ دل عشان بعروف ان هو ده عشان الدايت زبادي باللمون عشان الدايت لما تربط مفيش أكل في الدنيا بيخسس وما فيش أكل في الدنيا بيتخن وإدمان الأكل الصحي غلط يعني انت سيادتك لو عايش طول حياتك على طبق الصلطة فده غلط لو عايش طول حياتك على طبق شربة الخضار فده غلط إدمان الأكل الصحي غلط لازم يحصل تنظيم ما بين الفطار والغداء والعشاء وتعرف انت عايز ايه من الواجبة يعني الزبادي ده ممكن يبقى في الفطار عادي ما فيش منه مشكلة مش في العشاء هو في العشاء عشان عملية الهض تتم بصورة كويسة البكتيري النافعة تدعم كويس وسيادتك المفروض ان انت كمان ساعة ولا ساعتين داخل تنام مش يومك لسه بيبتد يعني